سؤال 24 مطينا هذا الشكل نشوفي لانه هذه القطعة وزنها 30 كيلوغرام فهذا الوزن راح ينتقل بالبولي يعني القوة مع الوزن تنتقل بالبولي بهالصورة هذه فراح يكون تجاهها بها الاتجاه هذا اذا قوة الوزن تكون بهذا الاتجاه 3 في 9.8 و 1 نيوتن تصنع زالة مقدار 15 و محور X اللي هو المحور الافق بالنسبة لهذه فكلاهما قوة شد و قوة الشد تكون باتجاه نقطة تثبيت هنا نقطة تثبيت هذه و هذه نقطة تثبيت فبالتالي قوة يشد تي اي سي و تي بي سي هو يريد مني انه احسب مقدار هذاني القوتين لكن احتاج الى زوايا حتى حلهم فهذه زالة 45 و هذه زالة 60 لارجع للرسم الاصلي مجرد انه من هذه النقطة امد عمود نحو هذه النقطة فلو امتد عندي عمود انقسم عندي الى مثلثين مثلث علوي و مثلث سفلي فلو اجي الى هذا المثلث اللي هو بالاسفل هذه زالة هي 90 وهذه زالة 30 فتبقى هذه زالة 60 اذا هذه زالة 60 نفس الحالة بنسبة هنا هذه زالة 90 وهذه 45 فتبقى هذه زالة 45 اذا هذه زالة 45 اذا عندي ثلاث قوة وحدة معلومة وثنين مجاهل هو يريدهم مني بالسؤال وكل وحدة منها مطيني الزاوية راح اخذ محاول اعتياري اكس و واي سيجما اف اكس و سيجما اف وي معادلتين حلها انيا تنحل المشكلة من ناحية سيجما اف اكس فالتي اي سي يطي كوسان 45 التي اي سي هذا طي كوسان 45 طبق على محور اكس نفس الحالة تي بي سي طي كوسان 60 طبق على محور اكس هذا تي بي سي طي كوسان 60 طبق على محور اكس وهذه ثلاثين في تسعم واثمانة واحد طي كوسان 5 مستعش طبق على محور اكس بالنسبة الاتجاهات فهذا اليمين وهذن يقوتين الي يسار فمعناها كلاهما سالب وهذه قوة موجب اذا صارت عندي معادل رقم واحد بمجهولين تي بي سي و تي اي سي سيجما في واي ساو صفر كل الكوسان ينقلب ساين فالكوسان 45 ساين 5 ساين 60 وكوسان 15 ساين 15 بالنسبة الاتجاهات نشوف الانه هذن يقوتين للأعلى وهذه قوة تي بي سي الاسفل اذا فقط تي بي سي تكون سالبة فهذه معادلة رقم 2 نحل معادلتين آنيا تطلع عندي تي اي سي و تي بي سي اشتركوا في القناة